استقرار تدريج على الأجواء وارتفاع على درجات الحرارة وأجواء مناسبة للرحلات مجدداً منتصف للسبوع التفاصيل بعد قليل بعد جيل نفس الطام الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري بايولاب كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو أصعد على وقاتكم بكل خير متابعين في الأردن بعدما تأثرنا بحالة مع عدم الاستقرار جوي وكتلة هوائية باردة بدأت الأجواء تميل الاستقرار التدريجي وتتراجع شدة هذه الأحوال الجوية غير المستقرة يوم الأحد توقع اعتباراً من يوم الاثنين أن يستقر الطقس بشكل كامل مع ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة خلال منتصف الأسبوع تحديدنا خلال يومي الثلاثاء والأربعاء حيث تزود أجواء لطيفة بشكل عام في أغلب مناطق المملكة نبدأ نشاطنا باستعراض هذه الخرائط لتوزيع درجات الحرارة المتوقعة في طبقات الجوء المتوسطة اعتباراً من يوم الأحد وحتى منتصف الأسبوع القادم يوم الأحد تبقى المملكة حتى أثير هذه الكتلة الهوائية الباردة درجات الحرارة تستمر أقل من معدلتها مثل هذا الوقت من العام لكن اعتباراً من يوم الاثنين تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجياً بشكل تدريجي حيث تصبح حول إلى أعلى بقليد من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام تواصل ارتفاعها يوم الثلاثاء لكن الارتفاع الملموس سيكون اعتبارا من يوم الأربعاء مع هبوب لهذه التيارات الجنوبية الشرقية القادمة من شبر جزيرة العربية ستعمل على ارتفاعات كبيرة على درجة الحرارة يصبح التقس لطيف في عمون مناطق مائل للدفع في مناطق الأغوار البحر الميت والعقبة سبب هذا الاندفاع لهذه الكتلة الهوائية الدافعة هو اقتراب لمنخفة جوي وكتلة هوائية باردة جديدة من المتوقع أن تبدأ تأثيراتها على المملكة خلال نهاية الأسبوع الحالي نذهب الان للعاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة تسود أجواء غائمة جزئية مع خمس درجات مئوية فقط كحرار مقاسة المحسوسة ثلاث درجات مئوية الرطوبة مرتفعة والرياح تكون غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية الثلاث أيام القادمة يوم الاثنين واثنين إلى ستة ارتفاع على درجات الحرارة من ثلاثة وخمستاش إلى تسعة والمزيد من الارتفاعي يوم الأربعاء عشرين درجة مئوية كحرار عظم أما الصغرى تسعة درجات مئوية فقط بالنسبة لتوقعات الجوية لباقي المدو الأردنية اليوم الاثنين نبدأ من المنطقة الشمالية أجواء مستقرة غائمة جزئية في عمور المناطق المفرج خمستاش إلى خمسة عربية ستتاش إلى تسعة جرش خمستاش إلى تسعة وعجلون أربعطاش إلى ثمانية المنطقة الوسطى أيضا أجواء مستقرة بشكل عام غائمة جزئيا الزرقاء ستاش إلى سبعة البلقاء 13-8 عام 12-6 مأدبة 14-6 والبحن 120-15 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكرك 14-7 الطفيلة 14-7 أيضا مع أجواء غامل جزئية الشوبك 12-6 معان 17-7 والعقبة تفرق لبعض الغيوم 23-16 درجة مئوية المنطقة الشرقية الأزرق 19-6 الصفاوي 19-5 وروشة 19-6 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم إلى هنا تنتين نشرتنا إلى اللقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بل ميو